السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة. المخلل المشكل. او الترشي بتاع رمضان كل سنة وانتو طيبين. اه معي اول حاجة اخيار وجزر. اه وبصل وفلفل ولمون. اه وارنبيت. اللمون طبعا سلقته نصف سلقة. اه وغيرته اه غيرته ميته كم مرة علشان المرار اللي بتبقى فيه. اه ومعي بنجر. اول حاجة هفرش اه مفرش على الرخامة علشان هفصص الارنبيت. اه طبعا عند الارنبيت زي ما انت عايز ليا قطع كبيرة قطع صغيرة. اه براحتك زي ما انت عايزة. بس الافضل تلقطع صغيرة عشان اه يستيوه على طول. اه كده زهرته مزبوطة لازم تبقى صغيرة. كده خلاص خلصت الارنبيت. يلا بقى ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة المية مغلية حاطت فهم علاقة ملح وسا قطفها البصل. اه طبعا البصل هنسيبه لحد ما ميته تبرد وبعد كده نقشره هيتقشر بسهولة. اه ومعيا اه حلة كمان. اه فق برضو مية بتغلي. اه هسقط فيها الارنبيت. طبعا بدأت بالحاجة لتتعمل على البتجاز الاول. وبعد كده نكمل بقى المخالة. طبعا الارنبيت مش هيقعد كتير على النار. اه تلات اربع دقايق. وبيجر نحطه في مياه على طول. اه دي مياه من الحنفية الاول هي عشر اللمونة عليه علشان يدللنه لنه ابيض. ما يغمقش اللمون دي بتخليه لنه فاتح. هنشيل بقى الارنبيت وسقطه في المية. يلا بقى عشان نكمل بقى المخلل. اه زي ما انتم شايفين الفلفل هعمل له فتحات. آآ هفتحه كده علشان ما يبقاش ناشف من جوه. وما يعبش مياه فلازم ان احنا ندل له الفتحة دي. آآ طبعا هنا هعمل نوعين من المخلل من الفلفل. آآ خلصت الفلفل بقى هعمل الخيار. هشيل بقى الحتة اللي تبقى مررة دي هشيلها. يلا بقى ليست مش عامل المخلل. آآ هيلحق ان شاء الله. آآ ليست كم يوم على رمضان وبازن الله. آآ زي ما احنا عارفين مش هياخد وقت ولا حاجة. المخلل بيستوى على طول. خلصت الخيار هقشر بقى الجزر. كده خلاص. آآ طبعا انا غسل المخلل دوت غسله قبل ما استعمله. هقطع بقى الخيار مش هقطعه كتع رفياع قوي علشان زي ما احنا عارفين ان الخيار روحه قصيرة. آآ بيستوى على طول في المخلل. فبنقطع كتع تخينها شوية. آآ يلا بقى عشان آآ نقطع الجزر. طبعا بعد ما قشرته غسلته تاني. آآ قطع الخيار بتبقى كده كويسة. مش ده ما احنا شايفين القطعم خليها شكله حل. اللي مش عنده قطعه آآ يعمل بسكنة برضو. هخلص بقى الكمية. آآ وبعد كده آآ هنشوف هنعمل ايتين. انا بورديكم ممكن تقطعها كاملة وممكن آآ بعد كده تشقوها وتقطعوها. دي طريقتين برضو اللي عايز كده ماشي والعايز المرة الاولينية ماشي. آآ طبعا ما لقيتش في السوق. آآ بس لو آآ دورت في السوق ما لقيتش. لكن اللي متوفر عنده برضو يضيفه مع المخلل برضو. كده بقى خلاص خلصت الجزر والخيار. هقطع بقى الفلفل. الفلفل عشان كبير فقطعه. لكن لو صغير آآ اعمل له فتحة وحطيه معايا عادي زي ما هو. يلا بقى اللي ما عملش المخلل يجيب كده يلا عشان يعملو. آآ عشان يلحق رمضان كل سنواتوا طيبين. وده الارنبيت اهو. بعد ما غسلتو برضو هاضيفه عليه. عشان تبقى تشكيلة من المخل الجميلة. وده الليمون برضو. زي ما قلتلكو. اده لمون ما سلقوا نصي سلقة عشان برضو لمون زي ما احنا عارفين ببقى ممرر. فعلشان آآ يلحق استوي فسلقتو نصي سلقة وغيرتو ميتو كم مرة قبل ما ما استعملو. كده خلاص دايما انتم شايفين. آآ هجيب بقى الخلطة اللي انا هعملها للمخلل. آآ ده جبت عدن كرفس. آآ ودي طبعا فلفل احمر. وحط برضو تلات فسلسطون. هقلب طبعا الخلط ده كله مع بعضه. آآ وبرضو حطيت آآ آآ كم واحدة كده من وراء اللورة. واحط برضو معلقة آآ حبة البركة. برضو بتدي طعم جميل المخلل برضو. هقلبها عليه. هنا بقى هقشر البصل. زي ما انتم شايفين بتقشر بسهولة. انا سيبته في المية لحد ما برد وبعد كده هقشره. آآ هغسله بقى تحت الحنفية وبعد كده آآ نكمل المخلل. كده خلاص بعد ما غسلته زي ما انتم شايفين. طبعا هو البصل لما يكون وسط كده افضل ما يكون صغير قوي او كبير. آآ ده بصلة وسط. انا بحبها مع المخلل بتبقى احسن. آآ يلا بقى عشنا من محلول الملح اللي نحطه فيه. آآ طبعا دور اربعة لتر مية آآ مغليين ويبردتهم. آآ طبعا كل لتر مية عليه اربع معلق ملح. كده خلاص. آآ حطيت الملح. آآ هحط نص كباية خل مش هكتر الخل عشان الخل بيهر الجزر. آآ بيهر للخيار فمش هكتر خل. وبعد كده هضيف عليها سكر برضو. آآ السكر طبعا آآ معلقتين سكر. السكر مضى حفظة. آآ ظل بيحافظ على ارمشة المخلل وبيخليها ما يتهريش. آآ طبعا السكر مضى حفظة فلازم نحطه مع المخل. حطت معلقتين سكر على الملح مع الخل. وطبعا هدوبهم كويس في المية. آآ هعبي بقى المخلل في البطرامونات. طبعا عندي بطرامونات غسلتها وعقمتها كويس. آآ آآ ده ببقى المسلس مكتوب في آآ رقم خمسة دوت افضل نوع للمخلل. كده من آآ على البطرامون ومكتوب عليه رقم خمس. فهو دوت افضل البطرامونات للتخليل. هحطه بقى على ام المحلول. يلا بقى اللي ما عملش يعمل لست اكتر من اسبوع وان شاء الله آآ هيكون المخلل برضو استوى وهي لحق رمضان ان شاء الله. ومش شرط شهر رمضان برضو يبقى معك برضو مخلل في البيت. آآ شهر رمضان وغير رمضان برضو كل سنة وانتو طيبية. حطت برضو عليها من فوق آآ كل واحدة ورقة لورة. آآ وفست اتون برضو من فوق. وجبت برضو كيسة وهاغطيها بيها عشان طبعا الهواء. هاغطي بعض البطرامات التاني. زي ما انتو شايفين شكله جميل اهو. آآ هنا بقى ده الفلفل اللي كنتم في التحافي الاول. آآ ده هعمل له واحده برضو. ده سبته زي ما هو كده. طبعا ده وات مش هاضيف عليه المحلول للملح ولا حطه على مية. آآ آآ يبقى نضيف برضو. وعشان برضو هرية جبنة ديت اشيلها برضو من عليه. آآ طبعا عصرت علي اللامونة زي ما انتو شايفين واحطت عليه واحط عليه برضو معلقة ملح. عشان برضو لو حدقه مش مزبوط آآ معلقة الملح تزبطه. وعصرت عليه لامونة برضو زي ما انتو شايفين. طبعا ده لوحده كده بعد خمس ايام على طول بيبقى لونه اصفر وجميل. هغطيه برضو. وكده خلاص زي ما انتو شايفين قده المخلل بتاعه يلا بقى لسه ما عملش يعمل. وكل سنة وانتو طيبين. رأيكم بقى اقول لي في الكومنتات آآ رأيكم في المخلل. آآ شاكله دلوقتي آآ لكن طعمه بقى لسه يبقى بعد كده ان شاء الله. هنشوفه برضو مع بعض. يلا بقى لما عملش لايك يعمل ولا اول مرة يشوفوا القناة يشترك فيها عشان او سألكم كل الفيديوهات اللي بتنزل في القناة آآ في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتو طيبين.